استثمارات ديناميكية مميزة وفتح أثاق تعاون ثنائي مشترك بين الجزائر وإيران في عدة مجالات هو أبرز ما حملته زيارة الوفد الإيراني للجزائر في طياتها زيارة تمخذ عنها توقيع خمسة اتفاقيات تعاون شملت قطاعات الشباب والرياضة التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2016-2017 إضافة إلى قطاعات الثقافة الأشغالي العمومية وكذا التعليم العالي والبحث العلمي لفترة 2016-2018 وقطاع الصناعة هو إذن تعاون ثنائي مشترك ستتعزز به عدة مجالات مستقبلا نحن في هذه اللجنة المشتركة اتفقنا على أن نقوم بتأسيس شركات مختلفة في مجالات مختلفة هذا وأعربت إيران على لسان ممثلها الدبلوماسي بالجزائر عن استعدادها لدعم الجزائر بالقوى البشرية الإيرانية لتنفيذ الاتفاقية المبرمة كانت هنا أي مشكلة في مجال القوى البشرية نحن نستطيع أن نوفد كذلك بعض القوى الماهرة الإيرانية الأكيد أن الزيارة لم تستثني الحديث عن السوق النفطية فكان اللقاء فرصة لتوحيد المواقف الجزائرية الإيرانية في منظمة الأوبك لمنع المزيد من الانهيار في أسعار النفط وهو تحدي يفرضه الظرف الاقتصادي الراهن وما على البلدين إلى رفع شعار التحدي للحديث عن هذا التحدي الذي تكلمت عنه الزميلة في تقرير يجد معي بي الأستوديو السيد أمير موسى ويا الخبير الاستراتيجي مرحبا بك أهلا وسهلا كيف تقيم طبيعة العلاقات الجزائرية الإيرانية إلى غاية اليوم؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أحييك أستاذ ناصر والمشاهدين الكرام شكرا في الحقيقة هذه العلاقات الثنائية وصلت إلى مرحلة القفز برأيه باعتبار أن هذه الاجتماعات التي رأيناها وذكرها التقرير يدل على أن هناك إرادة قوية وتصميم فوري على ما يبدو من قبل الجالمين ومن قبل القيادتين في إيران وفي الجزائر لرفع مستوى العلاقات إلى مستوى التوقع لأنه في الحقيقة كانت العلاقات السياسية جيدة ولا بأس بها هناك تطابق في كثير من المواقف السياسية لكن في المجالات الأخرى وخاصة المجال الاقتصادي لم نرى أي تحرك مشهود أو ملحوظ ينفع المواطن في الجزائر وفي إيران من خلال هذه العلاقة ما حصل خلال الأسبوع الماضي من مداولات ومن مفاوضات بين وفدين كبيرين من الجانب الإيراني والجانب الجزائري يدل على أن هناك إرادة قوية وأن هناك خطة مهمة لترجمة هذه العلاقات السياسية إلى التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني والصناعي والزراعي فهذا يدل على أن هناك نحن سنشهد إن شاء الله قريبا تحركا جيدا في هذا المجال وتطبيقا لرؤى القيادتين السياسيتين في الجزائر وإيران طيب كيف يمكن إسقاط التجربة الإيرانية الخارجة من إيران الخارجة من عنق الزجاجة حقيقة خصوصا إذا تكلمنا عن الوضع الاقتصادي على التجربة الجزائرية بالنظر أيضا إلى الوضعية الاقتصادية الراهنة ومع تهاوي أسعار البترول نعم هذه المشكلة الأساس التي كانت في مداولات الطرفين خلال الأسبوع الماضي وتوجت باتفاقية استراتيجية بين الطرفين لذا أعتقد هذه الاتفاقية ممكن أن تحقق الكثير من المكاسب الاقتصادية للجانبين وخاصة في مجال نقل التجارب إيران حوربت اقتصاديا بسورة كبيرة لفترة 37 سنة وحوصرت اقتصاديا سياسيا أمنيا تقنيا وتكنولوجيا لكن من يزور إيران يرى أن هذه الإجراءات الدولية الظالمة ضد إيران بسبب مواقفها السيادية لم تؤثر أبدا على الشارع الإيراني ولم تؤثر أبدا على التطور الصناعي والتقني والعلمي الذي حصل في إيران وطبعا جنابك والمشاهدين الكرامي سمعوا بالأخبار إيران إلى إن وصلت في المجال النووي في المجال الدفاعي في المجال الزراعي اكتفت ذاتيا في زراعة المواد الغذائية القمح والشعير والمواد الغذائية المختلفة كل هذه في الحصار طيب ما الذي يمكن أن تستقيه الجزائر من التجربة الإيرانية على ماذا اعتمدت إيران أساسا في إمكان الجزائر أن تستغله من أجل بلوغ هذه المرتبة ليس فقط بلوغ هذه المرتبة وإنما تجاوز هذه المرحلة العصيبة على الأقل نعم يعني بالحقيقة أهم شيء أنه لا بد من أن تتم هناك مشاورات جادة وودية لا بد أن تحكم هذه الأجواء الثقة نقل التجارب وسر المهنة يحتاج إلى ثقة هذه الثقة قد تمت وحصلت خلال زيارة السيد الوزير الأول إلى طهران السيد عبد المالك سلال إلى طهران ولقائه بالمرشد الأعلى والقيادة الإيرانية على هامش مؤتمر الغاز الدول المصدرة للغاز خلال الأسبوعين الماضيين أنا أعتقد أنها وضعت النقاط على الحروف ومجيء السيد إسحاق جهنغيري إلى الجزائر مع هذا الوفد الكبير من الخبراء والمتخصصين في كل الشؤون ونحن لاحظنا كيف كانت الجلسات والاجتماعات لدى الخبراء لدى الجانبين كيف اعتكفوا من الصباح الباكر إلى نصف الليل في سبيل أن يضعوا الخطة العملية لهذا الأمر فلذا نعتقد أن هناك نقل واضح سيتم للتجارب التي مارستها إيران في هذا المجال اليوم إيران تصدر أقل من مليون برميل يوميا يعني بسبب العقوبات حتى هذه المليون برميل لما تبيعها إيران ما تستطيع أن تحصل على المبالغ البيعي بسبب الحصار البنكي ما فيه تعامل مع البنوك الدولية كل هذه الظروف الصعبة 80 مليون يعيشوا بهناء في إيران بالإضافة إلى إدهار في وجهات النظر حول مضاعفة إنتاج النفط وانت تعرف بأن السوق اليوم مغرق من قبل عديد الدول المصدرة للنفط وترفض أن تخفض إنتاجه وبالتالي العجز في الاقتصاد الرزائري وعدم التوازن يزداد بصورة مباشرة أنا أعتقد لا بد من إيجاد خطة أولا في البداية خطة استراتيجية لعدم الاعتماد على موارد البترول هذه أهم شيء هذه الخطة قد وضعت في الجزائر ولله الحمد يحتاج إلى إجراءات وتحتاج إلى تعاون اقتصادي صادق من بعض الأصدقاء للجزائر أنا أعتقد أن الجزائر إيران اليوم تعتمد ما يقارب 30% على مبيعات البترول إذن 70% في بدائل هذه البدائل موجودة في الجزائر إن كان في مجال البترو كيميائيات في مجال الزراعة في مجال المعادن والمناجم في مجال الكثير من القضايا الإمكانيات البحرية وبالإضافة إلى الخبرات الموجودة في الجزائر اليوم الخبرات التي تعرفنا عليها في الجزائر خبرات تقنية صناعية في النانو تكنولوجيا ما شاء الله يعني فيه تطورات كبيرة جدا تحتاج إلى تكوين وتحتاج إلى ترجمة على الأرض هذا أعتقد ما تم التوافق عليه فلذا أنا أعتقد خلال فترة وجيزة سيرى المواطن في إيران وفي الجزائر النور في هذا المجال لو تم التطبيق بصورة صحيحة لأن الأمور وضعت بنصابها وبآليات تنفيذها فلذا أنا أعتقد أن هذه التجارب وتبادل التجارب ووضع الإمكانيات وقضية صندوق الاستثمار المشترك مثلا أحد المشاريع التي ستنفذ مصنع السيارات هذا سيكسب ما يقارب 30 ألف فرصة عمل للشباب الجزائري بالإضافة إلى المواضيع موضوع الفلاحة وموضوع الصناعات الأخرى صناعات التبديلية الزراعة في الجزائر المواد الفواكه والحمضيات والكثير من المحصولات بالإمكان أن تستبدل إلى صناعات تبديلية يرفع سعرها ويمكن تصديرها إلى الخارج وتكون أحدى البدائل في الاقتصاد الجزائري كما حصل في إيران فلذا أنا أعتقد هذه التجارب وضعت على الطاولة والحمد لله أنا برأيي كان لقاء الوفد مع فخامة الرئيس بوتفليقة في اللحظات الأخيرة من زيارته وفتحت الكثير من الآفاق وذللت الكثير من المصاعب وأهم المصاعب التي ذللت في هذه اللقاءات الموضوع التبادل المصرفي والجمركي هذا سيسهل الكثير في التبادل التجاربية طيب ربما الشغل الشغل أو الحديث يكثر بين المستثمرين الجزائريين وحتى المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في الجزائر هو قانون الاستثمار أو الضفطر الشروط الاستثماري هنا بالجزائر هل يشكل هذا عائقا أمام المستثمرين الإيرانيين هنا بالجزاء؟ الجانب الإيراني رحب بهذا القانون وقال أنه هذا القانون الأمثل للتعاون 51 الجانب الجزائري 49 الجانب الإيراني لأن الجانب الإيراني قال الخبراء الاقتصادين الإيرانيين قالوا أن هذه التقسيم في الأسهم يساعد على أن الجانب الجزائري يسهل أكثر عندما يكون له سهم أكبر يسهل ويزيل الكثير من العقبات الموجودة خاصة في المجال البرقراطية فلذا طبعا هذا الأمر قد رحب به من الجانب الإيراني وتمت المشاركة ولاحظنا الكثير من العقود الصناعية والتجارية قد وقعت في هذه الزيارة طيب إذا تحدثنا على الصعيد بعيدا عن الشق الاقتصادي طبعا وإن كان الشق الاقتصادي لا يبعد كثيرا اليوم في ذلك الظروف الراهنة والأحداث المتسارعة عن الوضع السياسي هل تعتقد بأن الجزائر وإيران اليوم قد يشكلان حلفا ربما في وجه كل المساعي إلى تقسيم الدولات اليوم وإلى تغيير خارطة العالم أنا كما كتبت في صفحتي في الفيسبوك أن هذه الزيارة وهذه العلاقات التي إلى ما وصلت إليه بين إيران والجزائر ممكن أن تكون نموذجا طيبا للوحدة الإسلامية للتفاهم بين إيران والدول العربية وكذلك يمكن تقوية الأخوة والأواصر والتعاون بين الشعبين المسلمين في الجزائر وإيران كذلك أنا أعتقد أن ما تم من الاتفاقيات تزيل كل هذه المخاوف الكاذبة التي أوجدت في العالم الإسلامي تفرق الإسلامية وتقسيم الناس إلى مذاهب وإلى طوائف وإلى اتجاهات مختلفة أنا أعتقد أن كل هذه الأمور غير صحيحة ويراد منها تغيير البوصلة بوصلة الشعوب الإسلامية عن قضية فلسطين والكيان الصهيوني إلى الاقتتال بينهم وإلى عدم التعاون وإلى إزالة الثقة فيما بينهم أنا أعتقد هذا النموذج في العلاقات الإيرانية الجزائرية ستكون نموذجا طيبا للشعوب العربية والإسلامية هناك تعاون هناك وضع تجارب على الطاولة هناك وضع إمكانيات والاشتراك يعني تقسيم الكعكة بصورة عادلة وحفظ سيادة حفظ قرار سيادي في كل بلد بالإضافة إلى التعاون الثقافي والعلمي يعني الاتفاقيات التي وقعت في المجال الثقافي والعلمي والتقني أنا أعتقد أن لو اطلع أعداء الأم العربية والإسلامية على هذه الاتفاقيات ربما سينزعجوا لكن أنا أعتقد أن هذه العلاقات وهذه الاتفاقيات كلها ستصب في صالح البلدين وفي صالح الأم الإسلامية وفي صالح الشعوب العربية والإسلامية وسينتبه الكثير من الذين ربما لديهم بعض القلق وبسبب هذه الأجواء الملبدة في المنطقة سيكتشفوا أن هذه العلاقة الأمثل هي وأن هذه العلاقة لا توجه ضد أي طرف من الأطراف في المنطقة أو في العالم وإنما تريد أن تبرز مصداقية العلاقات الإسلامية الإسلامية لماذا هذا التباعد؟ لماذا عدم الاستفادة من تجارب الآخرين؟ لماذا لا نضع إمكانياتنا في سلة واحدة لإنعاش الاقتصاد وتطوير الوضع التقني والصناعي في البلدان العربية والإسلامية؟ للأسف الشديد وضعوا حواجز نفسية بين الدول الإسلامية بمساميات إثنية ومذهبية وما شاب ذلك حتى لا يحصل تعاون حتى تحصل التفرقة حتى كل واحد يشتغل بطريقته الخاصة وتبذر هذه الإمكانيات الكبيرة لدى الدول العربية والإسلامية أنا أعتقد ما حصل هو نموذجا طيبا وربما سيقتدل كثير الشق الأمني هو كذلك مهم ومهم جدا في هذه المعادلة معادلة الاقتصاد والسياسة إلى أي مدى يجب أن يكون البلد البلد الذي تقام فيها الاستثمارات أو تقام معه علاقات سياسية جدية وفعالة وانت كنت تتكلم قبل قليل عن الثقة هذا العنصر المهم كيف يمكن أن يتأثر بالعامل الأمني ونحن اليوم نعيش ربما على وقع ربما إذا تكلمنا عن الجزائر خصوصا هي يعني وسط بؤرة من التوتر الأمني على جميع الأصعدة لله الحمد الجزائر كإيران جزيرتين آمنتين في منطقة ملتهبة إيران كذلك حولها كلها نيران ملتهبة يعني في أفغانستان العراق وما نراه في المنطقة من المشاكل لكن نرى إيران جزيرة آمنة من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التماسك الوطني الموجود في إيران كذلك الجزائر الحمد لله يعني بوجود اللحمة الوطنية المميزة في الجزائر وقوة القوات المسلحة والتفاهم بين القاعدة والقيادة هذا كله يدل على أن هناك استثباب أمني موجود ويحسد عليه الجزائر ونتمنى أن يستمر هذا الأمر بوعي وإصرار الشعب الجزائري ومسؤولين الأمنين على هذا التوجه الجميل فلذا نعتقد أن ما يحصل الآن في الجزائر مشجع لأي استثمار أجنبي القوانين جيدة جدا الوضع الأمني مستتب جدا اللحمة الاقتصادية والسياسية متفاهمة والاتفاقيات قد وضعت على الطاولة بالإضافة إلى أن يا أخي يعني كلنا إخوة ما يصيب الجزائري يصيبنا وما يصيبنا يصيب الجزائري فلذا أنا أعتقد هذه الأمور وإن كانت يعني تطرح ربما في بعض الوسائل الإعلام المغرضة أنا أعتقد أننا قد تجاوزناها والاستثمار سيبدأ منذ الأسبوع القادم يعني فيه قرار مصرفي سيتم التفاهم حوله الاستثمار الإيراني الجزائري سيبدأ ربما من الأسبوع القادم إن شاء الله لماذا الأسبوع القادم؟ الإجراءات الإدارية نعم الإجراءات الإدارية ستتم هناك وفد موجود في الجزائر لتدليل بعض القضايا الإدارية بمجرد أن يتم هذا ونحن نتوقع إلى نهاية الأسبوع القادم يبدأ الاستثمار بصورة رسمية إن شاء الله في الجزائر هل يمكننا مشاهدة هذا السؤال الأخير فقط؟ هل يمكننا ربما في المستقبل أن نلمس تعاون حقيقي في مجال النووي؟ إيران أعلنت منذ زمن أنها مستعدة لإعطاء تجاربها النووية للأشقاء والأصدقاء ومن أفضل من الجزائر الشقيقة أنا أعتقد الجزائر بحاجة إلى صناعة الأدوية النووية خاصة المضادات للأمراض الخطيرة كالسرطاني والإيزو وتحلية المياه وموضوع تحسين الزراعة هذه كلها نووية طبعا هذه الخبرة موجودة وخاصة في مجال النانو تكنولوجي هذه الإمكانيات موجودة هناك مراكز بحثية في الجزائر يمكن يحصل تعاون جيد في هذا المجال وأعتقد أن الخطوات قادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لك الخبير في شأن الاستراتيجي أمير موسى وشكرا على هذه المداخلة اشتركوا في القناة